اشتركوا في القناة تلعب اللعبة لأي عدد من اللعبين وحسب ما مكتوب في القوانين ممكن تلعب من قبل شخص إلى 100 شخص فيما يقارب 25 دقيقة القصة في اللعبة أن اللعبين يقومون بدور مصممين معماريين في الخمسينات مشتركين في مسابقة للفوز بأفضل مخطط لمدينة والحلو في اللعبة أن الجميع يلعب بنفس الوقت لبناء مدينته ومبدئيا اللعبة مو صعبة ولكن تحتوي على بعض الأفكار الجديدة على الكثير ومجرد ما يستوعبها راح تكون لعبة عائلية سهلة وممتعة والحين نبدأ مع عملية الستدب راح نشوف مكونات اللعبة هذه مثل ما احنا شايفين جدامنا أول شي راح ناخذ كروت البناء هذه الكونستركشن كارت طبعا هي راح نشوفها هنا دبل سايدل ونقسمها إلى ثلاث مجامع بحيث أن كل مجموعة تحتوي على سبع وعشرين كارت بهذا الشكل قصلناهم إلى ثلاث مجامع بهذا الشكل والحين ناخذ كروت البلان كارت اللي هي مخططات المدينة راح نشوف أنهم ينقسمون إلى ثلاث مجامع N1 N2 و N3 وبشكل عشوائي راح ناخذ كارت من كل مجموعة ونحطه على هذا الوجه اللي يبين رقمين مو هذا الوجه هذا N1 N2 N3 بعدين على حسب عدد اللعبين راح نعطي كل واحد عندنا مجموعة كبيرة من الأوراق هذه راح نعطي كل واحد وورقة من هذه ونعطيهم بنفس الوقت قلم ونخلي وورقة المعلومات هذه قريبة من اللعبين بحيث تفيدهم وهم يلعبون بالنسبة لللعبة هذه أنا راح أقوم باللعب سولو الحالي وأشرح لأساس أشرح لكم عملية لعب فراح يكون بس شخص واحد اللي يلعب في اللعبة والحين ما شرح أسلوب اللعب أول شي لو نلقي لأظرع على الشيط اللي موجودة عند كل لعب راح نشوف مكتوب فوقني Welcome to كل واحد يقدر يسجل اسم المدينة اللي يبيها فانا ممكن اكتب بي جي دوجو هذا اسم مدينتي وبعدها راح نشوف عندنا عدة أمور أول شي عندنا ثلاث شوارع عليها بيوت هذه الشوارع اللي نبنيها بالبيوت وبعدها عندنا اكشنات إضافية تحت راح نشرح لكم ياها ونحن نلعب الحين بداية كل دور راح نكشف الكرت الأول من كل مجموعة بهذا الشكل وراح يتكون عندنا في كل مجموعة رقم وإفكت رقم هنا مثلا عشرة والإفكت هذا رقم ثلاثة والإفكت هذا الإفكت اللي هو الأكشن اللي نقدر نسويه راح يقوم كل لاعب من اللاعبين المتواجدين باختيار واحدة من الجاميع اللي موجودة عندنا ما في مشكلة إننا أكثر من لاعب تختار نفس المجموعة فمثلا ممكن أنا أختار سبعة مع الإفكت هذا وراح أقوم بتعبئتها عندي على الشيط الخاصة فيني طريقة التعبئة بإني أخذ الرقم وسجل على واحدة من هذه البيوت اللي موجودة على واحد من الشوارع اللي موجودة عندي الثلاثة هذه وبعدين أخذ الإفكت راح شرح لكم طريقة عمل الإفكت الآن بس أول شي خلن نشرح الأرقام هذه وشنو الرول القانون في كتابتها على الشيط اللي عندنا الآن لو قمت باختيار أنا واحدة من المجامية هذه نقول لنا أنا اخترت رقم ثلاثة هذا وبي أسجل عندي على الشيط الخاص عندي فمثل ما أقول الثلاثة الآن لازم أسجل على واحدة من البيوت هذه لما أسجل رقم ثلاثة فكأني مثلا نقول أني سجلت رقم ثلاثة في هذا المكان لما أسجل رقم ثلاثة فكأني بنيت هذا البيت إن هذا البيت مبنى شنو القوانين اللي تحدني في تسجيل للأرقام أول شيء الأرقام لازم تكون بشكل تصاعدي طبعا أنا أختارها بأبني ثلاثة هنا أنا ما عندي مشكلة بالدور الجاي لو أضل علي ثلاثة أسجل هنا أو أسجل هنا قلنا أني لازم تكون بشكل تصاعدي فيكون ثلاثة أربعة خمسة ستة ومو شرط أن يكونوا الأرقام متى تالية مثلا أقدر أكتب ثلاثة خمسة سبعة ثمانية تسع عشر فممكن أني يعني أطوف بعض الأرقام ما أسجلها الشغلة الثالثة أني ما أقدر أكرر الرقم ما أقدر أقول ثلاثة بعدها ثلاثة إلا في إفكت راح نشرحها لاحقا حاليا ما أقدر إذا طلع لي ثلاثة ثانية ما أقدر أحطها في هذا الشارع أقدر أحطها في شارع ثاني إذا أبي في شغلة لازم نعرفها بالنسبة لاختيار المجامع لو اخترت أنا أي واحدة من المجامع التي عندي مثلا نقول السبعة وحديقها هذه السبعة الرقم هذا دائما لازم أسجله على المخطط اللي عندي الأفكت أقدر أتجاوز عنه أتركه أو أسويه شي راجع لي ولكن الرقم لازم دائما أسجله في حالات راح تجييني تشوف نفسي أني ما أنا قادر أسجل ولا رقم من هذين لأني مثلا عبيت البيوت وإذا سجلت أي رقم من هذين راح أكون مخالف فمثلا يكون مسجل سبعة مثلا ثلاث مرات يعني مسجلها في هذا الشعر وهذا الشعر وهذا الشعر وما أنا قادر أسجلها مرة ثانية لأنه راح يكون تكرار وهذا مخالف للقانون في هذا الحال راح أجي للمنطقة هذي هذه المنطقة اللي هي منطقة تصاريح الرف اللي راح أسوي في كل مرة ما أقدر أعبي رقم من الأرقام الموجودة عندي راح أضلل على وحدة أول وحدة من فوق من هذه اللي هي الدوائر هذه راح تسمح لي أني في دوري الحالي ما أسجل للرقم هذا فينتهي دوري وينتهي دوري وخلاص ما أسوي شي ثاني الآن خلصنا بالنسبة للقوانين الخاصة بالرقام نبي نشرح الأفكس اللي موجود عندنا راح نشوف أن الأفكس اللي عندنا هم ستة نوار النوع الأول عندنا هذه الحواجز مثلا نقول أنه دوري أنا قررت أني أخذ الثمانية مع الحاجز هذا راح أجي أسجل الثمانية أي مكان القانون مالها لأننا أسجل الثمانية مثلا أي مكان نقول أني أنا سجلت الثمانية في هذا المكان الحاجز هذا أقدر أنا أحطه في أي شارع من الشوارع التالي مو شرط يكون جنب البيت اللي أنا توني بنيتها اللي هو رقم ثمانية فمثلا شنون في ميزة الحاجز راح نشوف أنه بين كل بيت وبيت في خطوط منقطة منقطة شديد راح أسوي أني مثلا أحط حاجز بأنني أضلل هذا الخط المنقط بهذا الشكل ضللته معناته على الحين أنا استخدمت شنو فايدة الحواجز هذي الحواجز هذي أنا ممكن أسوي فيها مجاميع بيوت مثلا هذا المجموعة من بيتين ممكن أسوي مجموعة ثانية من أربع بيوت بعدين أجي أسوي مجموعة ثانية من خمس بيوت أو مثلا ممكن أسوي أكثر من مجموعة مثلا أسوي مجموعة من خمس بيوت هني مجموعة من خمس بيوت هني ماذا يفيدني فيه؟ يفيدني بعدة شغلات الشغلة الأولى مثلاً أنا لم أشرح لحد الآن هذه المخططات ولكن سأرى عليها أن مثلاً عندي هذه أحتاج أسوي مثلاً مجموعتين من بيوت خمس بيوت مثلاً إذا قدرت أسويها مثلاً مرتين سأكون حققت الهدف هذا أن أسوي مجموعتين من خمس بيوت وأكون باني البيوت بأنني مسجل عليها الأرقام الشغلة الثانية في نهاية اللعب كل مجموعة بيوت سيكون عليها قيمة مثلاً المجموعة هذه فيها بيتين في نهاية اللعب أنا سأخذ على أول رقم مكشوف عندي في كل مجموعة فمثلاً أنا حالياً المجاميع التي تتكون من بيتين سأخذ عليهم نقطتين في نهاية اللعب في كل مجموعة أنا بانيها راح أخذ نقطتين في نهاية اللعبة طبعاً في طريقة أني أطور أو أزيد من سعرها بحيث أني أخذ مثلاً على كل مجموعة مثلاً فيها بيتين أربعة في نهاية اللعبة راح أشرح لكم إياها بعدين ولكن حالياً أنا أشرح لكم شنو الهدف من هذه المجاميع الأكشن الثاني عندنا اللي هو هذا أكشن العقار فمثلاً نقول لني أنا أخذت العشرة والأكشن هذا شون طريقته؟ نفس الشيء أخذ العشرة أسجلها في أي مكان مثلاً راح أسجل العشرة في هذا المكان في هذا البيت فأنا بنيت الحين البيت هذا الحين بالنسبة للأكشن العقار راح أشوف له مربع خاص فيه هنا راح أختار لي أنا وحدة من المجاميع هذه فأنا مثل ما قلت هذه اللي هي مجاميع مثلاً هذه المجاميع اللي فيها خمس بيوت لو اخترت أني بضلل هذه المقطقة شنو يفيدني هذا الشيء؟ راح يقول لي أن كل مجموعة من خمس بيوت في نهاية اللعبة راح أخذ عليها ست نقاط فأنا قاعد أزيدها المرة الجاي لما أضلل كل مجموعة من خمس بيوت أنا بانيهم راح أخذ عليهم سبع نقاط كل مرة أضلل راح يزيد الأسعار عندي فأنا قاعد أزيد أسعار العقار لنوع معين من المجاميع طبعاً في دوري أنا ممكن المرة هذه مثلاً اشتغلت ضللت خمسة المرة الجاية خذيت نفس الـ F-C ممكن أضلل شي تاني مو شرط أني أمشي على نفس المجموعة ممكن أمشي على عدة مجاميع بنفس الوقت الـ Action الثالث عندنا اللي هو الـ PIS هذا الـ PIS هذا الـ Action اللي قلت لكم يسمح لي اللي قلت لكم عنه راح نسولف عنه اللي هو يسمح لي أني أكرر الرقم عادةً أنا ما أقدر أكرر الرقم ولكن هذا يسمح لي هنزل نطلع لنا الـ Effect هذا مال الـ PIS مثلاً نقول عندي بختار هذه المجموعة خذ نحط رقم ثاني أو خلى عشرة نقول بختار هذه المجموعة عشرة فرح أسجل طبعاً العشرة ما أقدر أسجلها في هذا المكان فالحين لو أني أبي أسجلها أنا مضطر أني أسجلها مثلاً لهدف أنا بلعبه ممكن أستخدم الـ Action هذا الـ PIS فش أسوي أكتب عشرة PIS وأجي أضلل على أول مربع عندي في مجموعة الـ PIS هذا يعطيني اللي هو التصريح بأني أكرر الرقم لحنلاحظ المجاميع الحمرة هذه كلها في نهاية اللعب النقاط اللي تطلع لي هي بالناقص فكثرة استخدامها ما يفيدني ولكن أوقات أنا أضطر أني أكرر الرقم فأستخدم الـ Action هذا عشان سيفيدني في عملية التكرار الحين مع الأفكت الرابع اللي هو هذا الـ Road Blocker اللي هو المسكر الطريقي هذا ما يفيدني دعنا ندوب عليه مثلا نقول أنني قررت أخذ المجموعة هذه الثمانية مع اللي هو حاجز الطريق سأسجل الثمانية طبعا الآن مثلا أنا أبي أسجل أبي أخذ هذه المجموعة حاجز الطريق سأرى موجود هنا عندي أول شيء سأضلل واحدة من المربعات اللي عندي بعدين يقول لي حاجز الطريق هذا يسمح لي بأنني أخذ الرقم وأغيره أغيره بـ 2 زيادة أو 2 ناقص مثلا أقدر أقول 6 مثلا لو أخذت الـ 6 أقدر أقول أخليها مثلا 7 أو 8 أو أو نقصها 2 مثلا أقول 5 أو 4 الثمانية هذه ما أقدر أسوي فيها بدال ما أكتبها 8 بيكتبها على هذا الشارع مثلا وبدال ما أكتبها 8 ما أخذها حين فأقدر أقول أن هذه 9 فسجل 9 هنا أو أقدر أقول أنها مثلا 7 أو 6 شي راجع لي فهذا ميزة الـ Road Blocker أني يجعلني الرقم الذي أنا اخترته أني أزيده برقمين أو أنقصه لحد رقمين وسجله بالبيت الذي أنا أبيه غير هذا في نهاية اللعب أكثر شخص معبي الحواجز الطريق هذا سيأخذ 7 نقاط فهذه فيها ميزة يعني كثير ما تستخدمها سيعطيك ميز في نهاية اللعبة الأفكت التالي أفكت حوض السباح هذا أفكت حوض السباحة سيقول لي بهذه الطريقة أنا عندي سأرى بيوت عليها أحواط صباحة مثلا نقول نقوم سأضع لنا حوض السباحة أعرف 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 هذا حوض السباحة طبعا طبعا ما أعرف الكروت سأرى كل الكرت يراوي الأفكت الذي سيخرج بعدها مثلا هذه الحديقة كشبتها فمثلا أنا حاليا أخذ المجموعة هداعش مع حوض السباحة سأجي وأختار لي بيت الشرط في هذا المكان أن حوض السباحة أبني في البيت الذي سأضع الرقم عليه فمثلا سأقول مثلا ممكن أقول هذه هداعش وحوض السباحة يجب أن يبني بنفس البيت يجب أن أختار لي بيت في حوض السباحة وأحاطها بدائرة بهذا الشكل أني أنا بنيتها ففي هذه الحالة أنا استخدمت هداعش في بناء البيت وبنيت ويا حوض السباحة بعدين سأجي وأضلل على أول مربع عندي بهذا الشكل طبعا كل مرة أبني أحوض السباحة سأضلل في نهاية اللعب مثلا أنا ضللت بنيت ثلاث أحوض السباحة سأضلل ثلاث مربعات في نهاية اللعب سأعطيني تسع نقاط من جراء بنائي التي هي أحواض السباحة الأخير عندنا أفكت الحديقة أفكت الحديقة بهذا الشكل مثلا أنا اخترت المجموعة هذه سبعة مع الحديقة فأنا سأسجل مثلا أقول السجل السبعة في هذا المكان الآن الحديقة لازم أبنيها في نفس الشارع الذي سجلت فيها الرقم فأنا بنيت سجلت السبعة هنا فأبناء الحديقة في هذا الشارع ماذا أبني الحديقة؟ سنرى في الأعلى اليمين من نهاية كل شارع في هذه الأرقام هذه الدوائر سأأتي أظل الأول دائرة عندي من الشارع بهذا معناته أني أنا بنيت حديقة في هذا الشارع كل مرة أبني حديقة في هذا الشارع سأظل سأظل بحيث أنه في نهاية اللعب أنا على عدد الحدائق اللي بنيتها في هذا الشارع سأأخذ عدد النقاط اللي موجودة بعد الخانة اللي أنا ضللتها فمثلا أنا بنيت أربع حدائق هذا الشارع سأعطيني أربعة تائش نقطة مثلا اللي هو الشارع الثاني هذا سأعطيني في نهاية اللعب أربعة تائش نقطة إذا ما بنيت في هذا وهذا صفر صفر فراح يكون صفر وصفر فكلما أبني حدائق هذا سيزيد من عدد النقاط اللي أأخذها في نهاية اللعبة متى تنتهي اللعبة عندنا؟ اللعبة تنتهي في واحدة من ثلاث أمور الشغلة الأولى أن لاعب يكمل الثلاث مخططات الموجودة عندنا في هذه اللعبة دائماً أول لاعب يكمل واحدة من المخططات راح ياخذ الرقم اللي هو الرقم الكبير ويقلبه أي لاعب بعده يختار أو يقوم بإنهاء هذا المخطط راح ياخذ الرقم الثاني طبعاً وراح يسجل عنده في هذا المكان فمثلاً N1 على حسب لو أخذها يسجل الرقم اللي أخذها مثلاً لو واحد سجل اللي هو فاز باللي هو حقق عفواً N3 يسجل على طول اللي هي مثلاً 13 ويقلبه في الدور اللي اللاعبي يقوم بإنهاءهم هذه الثلاثة راح ينتهي ينتهي اللعبة أو الشغلة الثانية اللي ممكن تنهي اللعبة إنه واحد من اللعبين يضلل المجامية هذه كلها في الدور اللي واحد من اللعبين يضلل اللي هو التصريح مع الرف في الدور اللي واحد من اللعبين ينهي يعبي أو يضلل جميع الخانات هذه راح تنتهي اللعبة أو في الدور اللي واحد من اللعبين يبني جميع البيوت اللي موجودة عنده على الثلاثة وراء شون يبني البيوت بإنه يكون مسجل عليها الأرقام كاملة في هذا الدور ينتهي اللعب ونبدأ عملية حساب السكور الحين أنا قمت بإعادة الترتيب علشان ألعب إياكم دوار تعليمي أعلمكم شون اللعبة تصير أوك فبداية اللعبة الحين راح يقوم أول شي ببداية الدور راح يكشف أول ثلاث كروت واختار واحدة من هذا الكروت أول شي مثلا نقول أنا بختار الستة وحوض السبعة حالي فراح أختار نقول راح أحط الستة في هذا المكان وحاوض حوض السباحة وظل أول مربع عندي حوض السباحة طبعا الارقام عندي تبدأ من واحد إلى خمستعش فأنا أنا أوازن العملية فمثلا لو حطيت ستة أنا ما زلت أقدر عبي يعني هذه البيوت إلى خمستعش إلى رقم خمستعش فمثلا نقول ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أهداعش ناعش ثلاثة عشر فما زال عندي مجال فحطيت الستة هنا راح نقول أنه مثلا أنا ما أقدر راح أبي خمسة أرقام بس ممكن أحط اثنين ثلاث خمسة يعني عشان أبني هذا البيوت فستة موقعها مناسب بالنسبة لي فأنا خلص أكشني طبعا في نفس الدور اللي قابلنا أكثر من اللاعب كل واحد يختار لمجموعة وممكن يختار نفس المجموعة نكمل الدور اللي بعدها بختار أبني الحديقة ورقم سبعة فراح نقول السبعة بحطها في هذا الشارع وظل هذه الحديقة أول حديقة بنيتها أنا يمكن ما تكلمت على المخططات هذه ما شرحت لكم ياها بالضبط شنو هي هذا المخطط يقول أشاسة كملة وأخذ المقاطل عليه لازم أكون عندي مجموعتين كل مجموعة فيها خمسة بيوت مبنية إني أخذ مجموعتين وأخذ مجموعة من خمسة بيوت ويكون بانيهم فلازم أكرر هذه مرتين مجرد ما أكررها على طول أخذ الرقم هذا اللي هو رقم ثمانية وسجلة عندي إن ون أسجلة عندي في هذا المكان هذه تقريبا نفس الشيء ولكنها تحتاج ثلاث مجاميع مجموعة يكون بيت واحد مبني ومجموعة ثانية يكون عبارة عن أربع بيوت بينما كانوا يعني مبنيين ومجموعة ثالثة من خمس بيوت طبعا كل واحد يكون يعني بمكان يعني ممكن يكون بنفس الشارع مثلا أحط مجموعة بواحد هنا مجموعة بخمسة هنا مجموعة بأربعة هنا مثلا إن أكون حاوضت بسور فصارت أربع بيوت وأبنيهم مجرد ما أكمل الشروط أخذ على طول النقاط طبعا يقلنا أول لعب يأخذ اللي هو الرقم الأول اللي مثلا من هنا ثلاثة عشر ويقلقها كل لعب ثاني يحقق الهدف هاي مرثان راح يأخذ سبع نقاط هذا شنو هذا يقول لي العلامة هذه شارع شارع فهذا يقول لي أنه أحتاج يكون عندي ثلاثة شوار أبي شارعين منهم أبني أحواض الصباحة هذه علامة حوض الصباحة أبني جميع أحواض الصباحة عليهم فإذا قدرت أني أختار لي مثلا شارعين مثلا هذا الشارع وهذا الشارع وأبني جميع أحواض الصباحة عليهم أكون حققت الهدف هذا الحين نكمل اللعب باخذ انا مرة ثانية حوض السباح هذا انا بحاول امشي على هذا الهدف فاقول عشرة وبحط العشرة في هذا المكان طبعا انا قاعد امشي بشارة واحد مو مشكلة ممكن امدي بشارة ثانية خلال نقول نقول ان العشرة بحط عني وبحاول حوض السباح هذا فاضلل المكان مرة ثانية راح اظل كم من الحين اللعب الدور اللي وراها اللعبة سريعة ترى يعني هذه الميزة فيها سريعة بمجرد ما تفهم الفكرة الكونسوب من وراها راح تبدأ يعني تبدأ راح تبدأ تسويها بسرعة مثلا خلنا اخذ اللي هو هذا المجموعة هذه خمسة مع ارفع مع العقار نقول ان الخمسة بحطها في هذا المكان والحين على اي اساس انا بختار اي عقار ازيد سعره مثلا انا اشوف ان رقم خمسة متكرر بشكل كبير عندي يعني انا بحاول اسوي فبحاول ازيد العقار السعر العقار المال المجاميع اللي تتكون من خمس بيوت فعساس ان في نهاية اللعب يعطوني اكبر عدد وانا بحاول اسوي مجاميع بخمس بيوت كذا مرة على الاقل مجموعتين ابي اسوي بنفس الوقت نكمل اللعب الآن سأخذ الثلاثة مع الحديقة وسجلها في هذا المكان ثلاثة وسأقول الحديقة هنا نكمل نكمل اوكي الحين اوكي سنأخذ عندي هذا اللي قلتلك يسمحلك انك يتكرر الرقم بالطبعن Jeżeliought을 مثلا قم بمثلا بمثلا قم بمكن اسسجل الستة بمكان اسجل الستة بمكان في هذا المكان هذا portfolio الم시고 ليس ؟ قم بم biblica انا استخدمها على السابعة المعنى لا differentiate ولكن ي tv استخدمم الثلاثة اضل أول مربع عندي في اللي هو البس هذا فهذا شون اني انا استخدمت هذا طبعا الستة حطيتها فوق بس الرقم اللي كررته واحدة من البيوت الثاني اللي انا بانيها من قبل هذا هذا ميزة البس نكمل حلو عندي باخذ العشرة والحاجز هذا العشرة بقول اني ببني في هذا المكان الحاجز طبعا انا اضع اي مكانبه مثل ما قلنا الحاجز يفيدون اني اصوي المجاميع اللي تحقق لي هذه اللي هي البلانز اوكي فحاجز انا قلت ابي اسوي البلان فابي اسوي خمسة فقلنبدأ نسوي مجموعة بخمسة فواح اثنين ثلاث اربع خمس بحط لي حاجز هنا عندي حين هذه مجموعة بخمس وهذه مجموعة بخمس لو قدرت ابنيهم كاملين رح اكون حققت مجموعتين بخمس رح اكون سويت هذا الهدى وبنفس الوقت رح اكون حققت جزء من هذا البلان فانا حطيت الحاجز هنا والعشرة سجلتها في هذا المكان نكمل لعد حلو اربع وحوط صباحا حلو فانا بيحط الاربع هنا مناسبة بالنسبة لي جدا وقلنا حوط الصباح لازم يبني بنفس الرقم اللي احطى البيت اللي بنيته فهذه اربعة وحوط الصباحة وظلل عندي حواط الصباحة نكمل الحواجز مفيدة ببداية اللعب يعني تحط لك مثلا هدف تمشي تمشي عليه مثلا ثمانية وحاجز رح احط الثمانية رح اسجلها في هذا المكان الحاجز انا بيسوي خمسة عفوا بسوي اربعة فرح احطي واحد اثنين ثلاث اربع وحط لي حاجز هنا احطي مجموعة من اربع بيوت نكمل حديقة وبروت بلكر فنبدأ نستخدم الحديقة الحديقة التسعة وحديقة ممكن احط الحديقة في هذا المكان اقول هذه التسعة هنا التسعة بحطها هنا والحديقة بضل نكمل نكمل طبعا هذه المجامع الثلاثة اذا انتهت رح اخلط الكروت هذه مرة ثانية وابدأ اللعب من جديد سبعة ولست لا بروح انا بسوي هذا لان رقم واحد ما طلع لي الحدلان فابستفيد من رقم واحد واحد مع حاجز فراحط لي واحد في هذا المكان والحين بسوي لي حاجز بسوي لي حد لها ما حدل فاختار لي نقول اني بحط الحاجز في هذا المكان فصار عندي حاجز هنا بواحد بس مجرد ما ابني اكون حقق هذا الشرط من هذا الابلان فحطيت الواحد في هذا المكان وحطيت الحاجز في هذا المكان ونكمل الحدائب هنزيل نقول باخذ الـ 11 مع الحديقة فراحط الـ 11 أبنين بعد العشرة وأظل لهذه الحديقة فأنا قاعد أزيد من قيمة الحديقة عندي في هذا الشعراء كمّل لأبس باخذ رقم 4 مع الـ Road Blocker هذا اللي هو حاجز الطريق فراح بحط الـ 4 مثلاً في نحطها في هذا المكام أستطيع أنه طلعت الـ 5 بعدين الحين طبعاً هذا يقدر يخليني أغير الرقم 4 دعنا نستخدمه نقول أن هذه 3 وليس 4 ما قلنا الهدف من هذا؟ أنه يقدر يغير الرقم هذا يخلي مثلاً 3 أو 2 أو يخلي الـ 4 خمسة أو 6 فأنا بخلي الـ 4 ثلاثة نقول لنا الثلاثة هني بحطها إني استخدمته وراح أظل الأول مجموعة لأنه مثل ما قلنا في نهاية اللعب أكثر واحد مظلل راح يأخذ أكبر عدد نقاط إذا 2 تساووا في كمية المربعات راح يأخذون نفس عدد النقاط كمّل لعب حواظ السباحة هذا 9 ممتاز مكانة ممتاز لي في هذا المكان أقدر أضعني قبل العشرة 9 وأظل الحواظ السباحة باقي لي حواظ السباحة هني وحواظ السباحة هني علشان أحقق الهدف هذا إني أخذيت لي شارعين وبنت جميع أحواظ السباحة اللي فيهم فهني يحتاج 11 أو 12 مثلاً على الشاشة أظل الحواظ السباحة هني يحتاج رقم 1 أو 2 1 أو 2 مع حواظ السباحة راح يقدر أبني هذا وأكون أحقق الهدف هذا كمّل اللعب حديقة سبعة وحديقة راح أشوف نفسي أنا حكّبت نفسي ما أقدر أضع سبعة في هذا المكان وسبعة ما أقدر أحطها في هذا المكان فإذا أخذ السبعة هذا المثال اللي أقول لكم عليه إنه أقدر أحطها بس في هذا الشارع مثلاً نقول إني بسوي السبعة هني مع حديقة نكمل اللعب بحاول أبدأ حقق بالهدف هذا عساس أنه سرع يعني خلص اللعب مثلاً فمثلاً أشوف شن الأرقام اللي أنا محتاجة أبي أرقام كبيرة يعني فوق العشرة عساس أكمل الخمسة والخمسة يعني هذا أحتاج إني أبني فراح أقول أخذ العشرة والبس طبعاً نحنا قلنا مثل ما قلنا الأفكت اللي مجموعة اللي أختارها الأفكت مو شقة سوي فأنا بس بأخذ الهدعش وهذا ما رح أستخدمه سأخذ الهدعش وأسجل الهدعش وفي حاية اللعب رح تعطيني ست نقاط عليها طبعاً لو زيت سعرها كل مجموعة بستة رح تعطيني على حسب الرقم الظاهر عندي أول رقم الظاهر عندي هنا كمل حلو طلع لي رقم الكبير اللي هو 14 فراح أخذ 14 وما رح أسوي الأكشن هذا فأخذ 14 وأقول 14 رح أسجله في هذا المكان برح أستخدمه بما أني أنا قاعد أسوي خمسات بسوي مجامع من خمسة ثانية في هذا المكان بس على أساس أنه لو أني في نهاية اللعب أقدر أكون بنيت مجامع كبيرة من خمسات وأخذ عليهم عدد نقاط كبير يعني نكمل حلو طلع لي رقم 12 رقم 12 ما أقدر أسجلهني أنا أحتاج 11 أو 12 أو 13 ويكون محرط الباحة أساس أكمل هذا حالياً ما رح أسجلهني رح أقول رقم 12 رح أسجله في هذا المكان الحين أنا خلصت مجموعة من شخص أنا خلصت أول شرط من هذا وخلصت خمسة من هذا الحين أحتاج أسوي أربعة مجموعة أنا عندي مجموعة بأربعة ولكن ما أكملتها مجرد ما أكملها رح أكون أحقق هذا الهدف رح نشوف شوان رح نشوف شوان كمل نزع خمسة رح أخذ الخمسة وهذه فرح أسجل الخمسة في هذا المكان وبالنسبة للحاجز هذا رح نسوي مثلاً واحد اثنين ثلاث أربعة خمس رح نحطه في هذا المكان سويت المجموعة ثانية وبه خمسة الحين نكمل حلو رقم 2 الحين رقم 2 رح أسجله في هذا المكان وهذه رح أزيد فيها القيمة قيمة العقال حق المجامعة بو خمس بيوت الحين شو اللي صار رح نشوف الهدف هذا أنا حققته عندي مجموعة من بيت واحد ومبنية هذه بعدين مجموعة من أربع بيوت ومبنية مجموعة من أربع بيوت مبنية مجموعة من خمس بيوت مبنية واحد مجموعة هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس كلهم مبنية فأنا حققت الهدف اللي رح يصير رح أقض اللي هو الام ثلاثة رح أسجل في الام ثلاثة 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 واقلبها ما زال اللعبين ثانين يقدرون يحققون الهدف هذا بس رح يأخذون عليها سبع نقاط اللاعب الأول ميستن ثلاثة 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 وراح نظل نكمل اللعبة لحد مثل ما قلت لكم واحدة من الثلاثة شروط اللي تنهي اللعبة إنه واحد يكمل الثلاثة أهداف هذه ثلاثة مخططات أو إنه يكون بناء كل البيوت اللي عنده أو إنه واحد يكون يستخدم جميع التصاريح الرفض اللي عنده على الورقاء الخاصة فيه ما علي النقطة أخيرة أنا ما شرحتها آآ فراح أشرح لكم يا رحيم فيه هذه آخر مجموعة عندنا هنا هي مجموعة اللي اللي هي والدوار إنك تبني دوار شون يفيدك هذا الدوار طبعا هو كل ما تبني رح يعطيك بالمينس ولكن يفيدك في شعرة مثلا يقول إن أنا أخطأ في حكمي على الأرقام وبنيت ومثلا نقول بالغلط حطيت خمسة عش في هذا المكان ما عندي أرقام ثانية الحين إني أزيد مثلا الخمسة عش فش اللي أسوي هذه البيوت ما رح تنبني عندي إلا أني أستخدم الدوار رح أضل الأول دوار وقل ببني أول دوار في هذه المنظرة ميزة هذا الدوار إنه يعتبر أي بيوت بعده كأنها بداية لشعرة جديدة فممكن أبدأ مرة ثانية أسجل رقم أبدأ من رقم واحد في هذا المكان طبعا نحن قلنا لازم نمشي تصاعديا بس حاليا أنا حكرت نفسي إنه ما أقدر أزيد مثلا بالأرقام فأحط الدوار وسجل مثلا وأبدأ بالدور الهاية مثلا أبدأ أحط هنا رقم مثلا اثنين مشكلة الدوار مثلا ما قلت إنه رح يعطيني يعني ماينس في نهاية اللعب ولكن أوقات أنت تضطر على أساس تكمل مثلا إذا أنت تكمل مجموعة كاملة مثلا أنا حين أكملت المجموعة بثنين هنا بها الدوار هذا بغض النظر إنه أعطاني ناقص في نهاية اللعب الحين أنا كملت الخريطة نزيلين بس بيراويكم عملية الشكور شلون تصير نزيلين الحين للأسف أنا ما قدرت أحقق اللي هو مثلا الهدف هذا ولكن حققت هذا الهدف وحققت هذا الهدف هذا الهدف إن ون رح أقض عليه نقول إنه أنا ثاني شخص حققه مثلا فراح أقض عليه أربع نقاط هذا ما حققته يظل نفس ما هو فراح نبدأ نحسب كل واحد يحسب النقاط مات فمثلا هنا أربعة وثلاث عشر هذا سبعة عشر نقاط من المخططات بعدين الحدايق رح أشوف كل حديقة رح أسجل أول رقم واضح عليها طالع يعني مو مضلل فمثلا بالشارع هذا رح يعطيني نقطتين الشارع هذا أربع والشارع هذا أربع هذه عشر نقاط أحواض السباحة كملت عدد خمسة اللي هم واحد اثنين ثلاثة أربع خمس مثل ما هم بيين عندي هنا فأخذ رقم سبعة عشر بالنسبة لهذه مثلا ما كنت أنا أكثر واحد بناء اللي هي رود بلوكر مثلا ثاني واحد فراح أخذ ثاني واحد رح أخذ الأربعة لهذه الحين بالنسبة للعقار هذه رح نشوف نبدأ بالمجموعة رقم واحد هذه رح أشوف كم مجموعة عندي فيها بيت واحد أنا مسويها لو طالعت ما للاقي إلا مجموعة وحدة المجموعة وحدة رح تعطيني ثلاث نقاط الخاصة الرعد تريد نبدأ مجموعة مجموعة وللاقي بيت عندي مجموعة واحدة لذلك ليس لدي مجموعة ترقم بإبقاء فلاح أخذ مجموعة واحدة ضربت اثنين ثلاث ما حققت انا مجموعة بثلاث فلاح أخذ عليها صفر بأربعة عندي مجموعة واحدة اليوم بالنسبة الوحيان أنا الضرب مجموعة iff 7 thế ideally لدي 4 مجموعة مجموعة 6 ثم نحنsek مجموعة 1 بس بستة اللي هي هذي مكملها فواحد ضرب سبعة سبع نقاط الحين كذا مرة استخدمت البس انا استخدمته مرتين فراح اسجل ثلاثة اول رقم ظهر عندي ثلاثة هذا طبعا كلها بالماينس اهني انا استخدمت الدوار فهما راح ينزل عندي ثلاثة ثلاثة وما استخدمت ولا مرة اللي هو التصريح الرفض فبس راح اسجل ثلاثة الحين نجمع نجمع الاسكور كامل ويعطينا الناتج في نهاية اللعبة حق اللاعب وشون سوا بمدينة وبهذا يكون كملنا شرح اللعبة وراويناكم عرض لطريقة اللعب واتمنى ان اللعبة تحوز على اعجابكم وان الشرح كان سهل وواضح بالنسبة لكم